السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا ربي يكونوا بخير? النهاردة هنعمل كبات الكنافة بالفراولة وبالمنجا واي فاكهة تحبوها واي فاكهة متحان دوكم. ممكن تعاملوها بالكمبوتو ممكن كمان بالكيوي او بالموز. اه يعني اي فاكهة موجودة عنك. انا عن نفسي بحبها بالفراولة. بتبقى مززة كده. مززة الفراولة مع السكر او مع الشربات بتاع الكنافة والكريمة. بيتيجي طعم بصراحة آآ لذيذ جدا. آآ هنعملها ان شاء الله في الكبات. ممكن تعامليها في على بعض وكده وتقدمي منه زي ما تحبي. عندي كنافة متفرزة. انا فرقتها وكسترتها كلها نعم كده بادي. آآ وهبدأ بعد كده اخدها في طاصة او في حلة كبيرة. انا هغايرتها بعد كده عشان دي كانت صغيرة. انا هنا استخدمت الزبدة على سمنة. وفضل طبعا تكون سمنة بلدي. بتدي طعم تاني خالص. هفضل اقلب طبعا آآ تقليب مستمر لذيك ما تديني الدرجة دي من اللون. يعني بني فاتح كده ما تغمقهاش قوي. هنزل بشربات تقيل. آآ فاق تقيل وبارد. مش هكطر قوي الشربات. انا عايزها بس تبقى مسكرة بس مش آآ ما تبقاش ماسكة في بعضها قوي. علشان انا عايزة فيها فراغات وفيها هوا. مش عايزة اجبسها قوي في القب كده وتبقى ماسكة في بعضها. يلا نعمل الكريمة. عندي كوباية من كريم شنطي الخام. نص كوبات سكر بودر. وهنا هعمل آآ بالاشطوع النباتي. ممكن تستخدمي اللبن البارد او اشتبالة دي المتحاندك. عندي الفراولة قطعتها انصاف بالطول. فراولة مكعبات. وممكن منجأ المتحاندك. بس يفضل المنجأ تكون آآ فريش مش متفرزة. هبدأ بقى اجيب القب بتاعي اللي هقدم فيه. وابدأ احط طبقة من الكنافة وما تجبسيهاش زي ما قلت لك. انا عايزها هشة كده. وفيها فراغات من الهوى. هبدأ بقى احط كده الفراولة بتاعتي في جوانب القب داير ميدور. وبعدين نزلي بالكريمة. طبقة من الجنافة وطبقة من الكريمة وطبقة من الفراولة وهكذا. انت بقى يعني زوقك في تقديم القب بتاعك. آآ اللي حبي يقدمه بقى كل واحد على زوقه. بالطريقة اللي تفضليها. ترسي طبقة فوق بعضها. ما تمليش القب بقى وللاخر. انا هنا ماليته آآ كان اوبر زيادة عن الزوق. فلما حطيت الفراولة الكريمة سيلت من القب. فحاول تسيب فراق شوية. آآ ودراعي النقطة دي. تمام? هبدأ اعمل بقى القبك بنفس الطريقة. يعني آآ هعمل ده بقى كده طبقات كنافة وكريمة ومكعبات من الفراولة. في النص ومكعبات من الفراولة على الوش. آآ ورشة من الفوزدق وكده. نجرنشت بيها. يعني آآ المتاحة عندك والموجود. تمام? طبعا القبات دي يفضل تبات في التلاجة. اي حاجة معمولة طبقات عندك. تشيز كيك او كيكة طبقات. اي حاجة طبقات. والتورة والحاجات دي يفضل ان هي تبات في التلاجة علشان تاخد من طعمها آآ طبقات تشرب من بعضها والطعم يبقى متجانس كده مع بعضه. طبعا هي ما قعدتش عندي التكلة على طول. فبس انا بقول لكم على الصح والمفروض ان هي تبات في التلاجة على قل ساعتين تلاتة. هبدأ لها مع الوش بتاعها بشربات الحلاوات التقيل لما سأت بيه الكنافة. علشان الفاكهة بتاعتك ما تتاكسيتش وتسود منك من الهواء. تمام? ابدأ يبقى آآ بعد كده احفظيها في التلاجة وقدميها. بتتاكل بردة. قد ايه طعمها آآ لذيذ جدا وسهلة جدا بسيطة ما خدتش مننا وقت ولا مجود في عميلها. هي بس المشكلة اللي بتقابلنا هي تحمير الكنافة في الاول هو اللي بيطول معانا شوية. ده كان كل الباقي سهل ان شاء الله. اتمنى الوصفة تكون عجبكوا تجربوها وتكتولي رأيكم في التعليقات. لو لكم اي طلبات كمان اكتبولي بالتعليقات. لو تحبوا ان انا اقدم لكم وصفات معينة لفترة جاية. هستنى اراءكم وتعليقاتكم لان هي دايما بتساعدني. واستنون ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. ولو لسه بقى مشتركتوش. وحاشتركوا بقى وفعالوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة. واشوفكم على خير. سلام.